موسيقى موسيقى البرلمانية وشبه البرلمانية هو البرلمان ومعناتها التوينسة أصبح مسألة عادية أنه مع لحداش نص نهار ياما يحلوا الوطنية ثنين ياما يحلوا التريفونات بتاعهم باش يتفرجوا على المشهد بتاع البرلمان احنا اليوم مش نحاولوا نفهموا هالفوضة شنية أسبابها معناتها جزء من الأسباب بتاعها واللي ما يقولوا حتى حد عرفتك المسقوط عنه هو رفض نتائج الانتخابات عنا تقريبا عام أكثر شوية من عام الانتخابات الاخرانية أنه معنتها رفض أنه المؤسسة هذه تخدم ورفض هذيرا وتجاوز حتى البرلمان كتشوف أنت أهم المواقف السياسية في الأسابيع ولا حتى الأشهر الأخيرة اشنين اللي يطالب بعزل رئيس الجمهوري اللي يطالب برحيل رئيس الحكومة واللي يطالب برحيل رئيس البرلمان والناس اللي هبطت في الشارع تطالب بحل البرلمان هذيرا كل الملخص متاعه واللي حتى حتى ما عنده شجاعة باش يقول لا أنا رافض نتائج الانتخابات هو رافض ويمارس في الرفض متاعه هذير دون التصريح به ويخلينا ندخلوا في أزمة من نوع اللي قاعدين نعيشوا فيه مسئلة المنع من جلوس من منع نائب أين كان سواء عابير موسي ولا غيرها من حضور جلسات البرلمان هل حصلت أقبل إياد؟ ما حصلتش على أن ذكر ظهر لي مرة وحيدة وظهر لي سيمو حامد الناصر وقتها منع نائب فيصل تبيني من أخذ الكلمة في جلسة أو أكثر ولكن معناتها الرافضين للقرار هذير شو شوفوه؟ شو ديكتاتورية وعودة الدكتاتورية وكذا ولكن هو منش جاي جاي من معناتها استفاف سياسي وفي أغلب الحالات ما هوش مع عابير موسي هو استفاف ضد رئيس البرلمان وضد راشد الغنوشي اللي قلقني في الموضوع هذير الناس اللي رافض قرار منه هذير نفترضه فرضاً إنه الانتخابات تعطات نتائج أخرى وإنه أعطات مثلاً إنه حزب عابير موسي هو اللي ربح في الانتخابات اللي فاتت لو تتصور مثلاً يجي نائب من حركة النهضة كل جلسة يجبد ميجافون والتليفون ويهبطه وجمعته وأنواب النهضة يهبطه للباح معناتها كالساحة الصغيرة اللي في وسط قاعة القبة ويعطلوا جلسات أش كانوا بشي يعملوا الأخرين كانوا بشي يقولوا والله إلا حقهم وكذا دوك مسئلة هذية تمييز في التعاطي مع القانون في علاقة بالانتماء السياسي حاجة مش به من نجموا نبنيوا الدولة إلا إنه راهوا القانون يطبق بغض النظر على اللون السياسي متاع أياً كان اثنين راهوا معناتها مش لأنك أنت تتصور أنك على حق هذا يعطيك الحق في تعطيل مؤسسة من مؤسسات البلاد مع البلاد اليوم فما نظام داخلي يلزموا يحترم فما مجلس ثنين الطعامل مع راشد الغنوشي متاع مش دفاع لراشد الغنوشي ولكن راشد الغنوشي مجيش بدبابة البرلمان راهوا فما انتخابات صارت طلعوا نواب النواب هذوما انتخبوا رئيس الرئيس هذي طلع راشد الغنوشي دوك حتى المحاولات لتغيير رئيس البرلمان راهوا عندها معنى سياسي وحيد هو انه تفكك الاغلبية الحاكمة البرلمانية المساندة لرئيس البرلمان ورئيس الحكومة دوك معاًتها العملية مش بالتهييج على راشد الغنوشي راشد الغنوشي مهوش الشارع اللي بشي نحيه ولا الرأي العام راشد الغنوشي بش يتنحى من رئاسة البرلمان انهارت اللي ائتلاف الكرامة وقلب تونس والنهضة ما يتفكوش يولي معاش عندهم مية وتسعة وتولي تتعدى لايح دونك هذية زادة يزم يكون واضح اللي يقلق في هذية كل شنو يا مين اللي يقلق هو انه الفوضى هذي كنرجع للتاريخ نلقوها مرتبطة بولادة الحركات الفشية كنقول الفشية بالمعنى العام اللي هي تلم الفشية الايطالية والنازية وغيرها من الحركات الشعبوية المعادية للديمقراطية واللي هي معادية للديمقراطية ولكنها تدخل الانتخابات واحيانا تربح الانتخابات كما صار مع موسي الليني في إيطاليا كما صار مع هتلر في ألمانيا ومن داخل منظومة الديمقراطية اتفككها مثلا من الحاجات اللي هل هو اقرار منك كنتي انه معتر عابر موسي وحزبها هو حزب فاشي لأ انا ما نقولش انه حزب فاشي ولكن نقول فما نزعة تنجم تهز للفشية سواء عن وعي وإلا غير وعي ترجع للتاريخ مثلا تخذ ألمانيا ألمانيا في الفترة اللي سبقت صعود هتلر للحكم كانوا نازيين حاضرين في البرلمان والجزء من السلوك متاعهم كان التشويش على جلسات البرلمان سواء بياخدوا الكلمة من غير معانتها من غير اذن او انه يقاطعوا الشخص اللي يتكلم سواء كان نائب وإلا وزير وإلا غيره او انه يغنيوا في وسط الجلسة العامة او انه صارت معانتها ملاكشات بينه النواب الحزب النازي والأحزاب الأخرى او حتى الصحفيين هذي معانتها انا كي رجعت نقرة في تاريخ صعود الحركة ومبعد اللي يقلق انه هذا العنو تخرج للشارع قبل ما يخرج للشارع هذا مربوط عليش ابناء ابناء على الأزمات الاقتصادية والاجتماعية انه الحركات هذه تبني على انه الناس مطيقرة الناس فادة في عوض نعطيهم حلول لحياتهم شنو اللي نجم يصير لا نبنيه خطاب عدواني وخطاب من الحاجات اللي يتميزوا هي البحث على ما يسمى بأعداء الداخل اللي مثلا في الكامة علمانيا باش خلقوا العدو الداخلي هتلر والحزب النازي جاوا بداوا اليهود ومشاكلكم الكل من اليهود واليهود هو سبب المشاكل متاعكم وهذا الناس اللي اتعاني في حياتها وفي مشاكلها وفي غيرها باوه دي ما يلوجوا على عدوه يزم يحاربوه اليوم منيش معانيتها ببارشة تحفظ ولكن هذي الخطاب الخوانجية الإسلاميين يذكر في نوعا ما من التعب ضد عدوه داخلي اللي تتميز بها الحركات الفشية على خاطر في الأخر هذي كله ما فهمش عليش فما أحزاء تمشي للصندوق تنتخب تشكل حكومة واللي يخسر يستنى الانتخابات الجاية ويكلم الناس ويقدم برامج ويقدم رؤية للأسف اليوم الناس اللي خسرت الانتخابات مليش قاعدة تقدم في أي بديل غير أنه لا نحي الأخرين توا أمورنا تتفره معانتها توا أحنا تقريبا ما فهمش أسبوع أمين ما نحكيوش على الأزمة الاقتصادية اللي تعيش فيها البلاد واللي هي جاية ونعطيه في الأرقام ونعطيه في بيانات المؤسسات الدولية ونعطيه في معانتها تقارير فيه شو مودي زغيرة من الحاجات اللي تقلقني أنه حتى حد تقريبا حتى حد بش مناعموش ما هو قاعد يحكي على هالأزمة السياسية الاقتصادية اليوم معانتها حتى حد ما هو قاعد يقول توانسة راهوا البلاد على حافة الإفلاس راهوا هذية هو المشكلة الحقيقي راهوا تنحي زيد تنحي عمر ماهيش الأشخاص هي اللي حدد المستخدم والله بديت نقايس من أنه الناس كان إياد لعمره ما قايس مع تعقل لأنه حديث العقل أرجع شوف البلاتوات وبرامج الإذاعات وكذا الشكون اللي قاعد يحكي في حديث العقل يقول يا ناس راهي بلادنا هاي الكاسة شفيها ها واقتصادنا شفيه بغض النظر يحكم أمين ولا تحكم هاجر ولا تحكم نادية ولا يحكم مراد شنو اللي بش نعملو كيفاش بش ننقضوا البلاد راوكي بش تنحي فلان اي باي وش بش نعملو في تقديري بمعنى تفهم حتى حل يا أما شو حتى حل بش نقولك يا أما الناس اتفيق على الروح وتنحي هدايا كل ويفهموا وراه هدايا الطريق يا بشي هز يا للفوضى اللي هي حكينا عليه البارح وقبل الحرب الأهلية يا أما بشي هز للفاشية متاع أنه الناس الكل تدخل في تخميرة ضد عدو داخلي باش مش في بالا أنه هداك بشي حل مشاكلها وإلا راهوا باش تتواصل الأزمة هذي الشعطي الإفلاس والإفلاس الناس جوع تخرج للشارع ونلقى وروحنا في الفوضى دونك الحل الوحيد هو العقل هو أنه الناس اللي يتخمم في مصلحة تونس جي تقعد تقول هاو تواسف هاش يستناو يا أخويا ناحي علينا موضوع الانتخابات الانتخابات رأي في 2024 من هنا لـ 2024 شنو باش نعملوا باش نصلحوا لبلاد باش يتحسن وضعنا إذا ما فهمش هذية ما نشوفش في طريق آخر غير الفوضى والفشل وضح يا دي يعطيك صحة ما خوفت لاش بكل يوم صباح ألا غالب يا أخويا حاولت والله حاولت قولي هذي الحقيقة معناتها اليوم كتشوف البرلمان كل جمعة كل جمعة كل جلسة تحلها تلقى هال مشهد هذي شوفت إنه الناس تتغشش مرة إنه الناس يصير حدث يتتبلب هما تولي منهجية كل يوم هذي راهو مؤشر الي العنف هذي اللي قاعدين يركموا فيه في البرلمان ومن خلال التلفزة قاعد يوصل الاتواسع راهو مسألة وقت إذا باش تتواصل لأمور كما هي باش يخرج للشارع أنا عندي اكزامبل وقعت تلاوش كيف كياد في البرلمانات في العالم الكل قيد فهم خطة في برلمان بريطاني والله خطة نجحة برشا عندهم شخص مكلف من طرف الشعب معتا كلفه شخص هو معتا صوت فقط يدخل وقت اللي رأى أي نائب معتا يخرج على الموضوع وليو اللي عايت يقول له أنت اللي هنا يرى وانتخبك الشعب ما عندكش الحق تعايت احترم القانون وانتو ما لهنا يراكم كلكم تخدموا للشعب معتا قصوا وقت اللي حب معتا صوتك هاو ما يعرفوش يكونوا الشخص معتا الشخص يتم تعينه أي ناب يخرج على الموضوع معتا يوقفوا عند حد احترم القانون احترم القانون وينزيب له هزين ونفضان وعش درشنا ويقص عليه ويتعدى معتا صوتك معتا نذكر كنت يتخلص من الشعب يقول معتا استنسوا بي الصوتة ذا عنده أعوام موجود في البرلمين نعم عنده بوق ولا لي صوت هادي لماذا يتكلم بالبفلويت معتا كيف والله هنا لتو من عرش كوني عين ومعتا من عرش هما يتدخل اي شوفوا شوفوا تتقارية فيديوك معتا موجودة في البي بي سي عليه هو معتا شخص يدخل ما يعرفوش وجه معتا صوتك هاو معتا يتكلم يا ناب يفلان احشم على روحك معتا هكي يحكي معهم احترم القانون راك اللي هنا يتخدم في الشعب راو وليتختي فيه راو عيب راو ما يجي في مجلس نواب ولا في اي هيئة راو كل واحد عنده قناعة اللي هو عنده الحق اي واحد انت تصور لي انت عندك الحق ما هو ممثل الشعب وانت يري ممثل الشعب في وسط يلزم فما شكون اللي يطبق القانون على الناس الكل كما عنده حق كيران يخرجوا على الموضوع الشخص ذا يذكرهم قواعد هاي القواعد تاب برلمين البريطانية عايشكم هاك تحترموا اللي ما يحترمش راو ما عايش دراش نواب راو شعبكم يتفرج فيكم راو عيب ليتعمل معتا دي ما يذكرهم يسميوها مهمته يخلص خطر يعمل معتا ديك المهم ننتعه فقط يعطيك صحة ايه بركة الله شكرا